تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان بتنصيق مع الوزرات والجهات المختصة تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيق وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشار محافظ أسوان أشرف عطية إلى أنه تم رفع كفاءة مدخل ميناء قسطل وتنفيذ أعمال نظافة عامة وصيانة دورات المياه ومرس العبارات بهدف تهيئة الأجواء المناسبة أمام الوافدين كما لفت المحافظ إلى دعم المنظومة الصحية بأحدث لنشاط الإسعاف النهري للانطلاق والتدخل في حالات الطوارئ والأزمات بإشراف من هيئة الإسعاف المصرية